اشتركوا في القناة كما لو كانوا يهود يتقربون فيهم إلى الله سبحانه وتعالى وهم أشرف من أبائهم وأجدادهم وإن كان أبائهم وأجدادهم لم يكن لهم زنبا ولكن كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يسب رجل أباه قال كيف يسب رجل أباه يا رسول الله قال يسب رجل رجل فيسب رجل أبا الرجل فهؤلاء جاءوا لأبائهم اللعنة وإن كان أبائهم بريئة من هذا الفعل لأن أحد الإخوة أنا في المعتقل وأنا في انفرادي دائما وأبائهم الأخوة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله تحسك بأنس أن الذي بجنبك بخير وأنا بخير فكنت أقول لأله إلا الله والله جاء أني خمس عساكر من الظلم أولئي قالوا لا تقول لا إله إلا الله في شرع الله واحد يقول للطفل مسلم أو لراجل شايب زحلات يقول له لا تقول لا إله إلا الله واقسموا بالله قال أهلي خمس عساكر جاءوا لا تقول لا إله إلا الله قلت له أقولها غصب عن جدودك قال له واش دخل جدودي وجاء وأرادوا أن يضربوني وأرادوا ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بكياسة المسلم وفطانة المسلم قلت لهم أبائكم وأجدادكم لا يقبلون أنكم لا تقول لا إله إلا الله ولا التفت معهم وفي النهاء أصدنا لا تقول بصوت عالي وصوت مرتفع طبعا في حاجة ما تدخل بصوت ده أنا أتشرف أنا أقول لإله إلا الله في كل لحظة وحيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول قير ما قلت أنا والأنبياء من قبل لا إله إلا الله فهؤلاء ينهون عن كلمة لا إله إلا الله ويدعون شرع الله وكما قلت أو كرر لو أن رسول الله سبحانه لو أن رسول الله موجود وحاضر معنا الآن لقبل أن يحارب الكافرين والمشركين لحارب الذين يحاربون عباد الله المخلصين في السجون حاير وفي عليشة وفي الملازل وفي الدمام ما من سجن إلا وأقل طهر فيهم يطهر هؤلاء وأمثالهم لماذا يؤذون عبادي الله سبحانه وتعالى كفاكم بأ ظلم يا أبناء السعود وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منكم خاصة من يسمى نايف ابن عبعز الذي أصبح أولي العادي الآن الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى شيطانه وليس إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى شيطانه ويأذي عبادي الله سبحانه وتعالى أوله اتق الله يا نايف أخوانك سبقوك الآن في القبور وأنت ستلتحق بهم شئت أم أبيت يا نايف والله هتلتحق بهم وأنا منهم وأنت منهم وما من كائن حي إلا ويموت في يوم من الأيام فماذا تقول لربك أيها الظالم ماذا تقول لربك يوم لا ينفع في مال ولا بني إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يجعل الولدان شيبا ماذا تقول لربك يا نايف أنت وأبنك محمد الظالم الذي يتلذذ في ظلم عباد الله سبحانه وتعالى أقول لكم كفاكم ظلم واكتفوا بما فعلتموه حتى يسامحونكم عباد الله المخلصين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه